مرحبا بكم زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لكل من سوريا وتركيا تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما عقب كارثة زلزال السادس من فبراير الماضي هذا في الجانب الرسمي للزيارة وهو المعلن من أهدافها واقعيا وإجرائيا من شأن الحدث غير المسبوق منذ عقد من الزمن أن يفتح الباب لاستئناف العلاقات بين القاهرة وأنقر بعد سنوات من القطيعة بالتأكيد يأتي العون الإغاثي في إطار دور مصر الريادي والمحوري في الشرق الأوسط وسعيها الدائم للاعب الدور ذاته في مختلف الأحوال والظروف تضع القاهرة نصب أعينها أولا وأخيرا صون الأمن القومي العربي جرت زيارة سامح شكري في أجواء ودية للغاية من الجانب التركي وقوبلت بإيشادة من كبريات المؤسسات الإعلامية المصرية قراءة ترى أنه لا يمكن فصل الزيارة كليا عن مساعد طرفين المعلنة للترسيخ أمني واستقرار المنطقة من جهة وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بينهما من جهة أخرى قراءة أخرى أيضا تجزم بأن الكوارث الطبيعية فعلت ما لم تستطع السياسة فعله وفتحت مسارات جديدة بين القاهرة وأنقرة لمحللين نحن أيضا في قابل النقاش تقييماتهم لنتائج الخطوة الأولى في مشوار عودة العلاقات إلى مجاريها واستشرافاته لقادم الخطوات في حلقة بعنوان المسافة بين القاهرة وأنقرة ديبلوماسية ما بعد الزلزال يشاركنا في التحليل والنقاش من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح مستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية انضم إلينا من إسطنبول دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية ومن القاهرة أيضا دكتور متحة نافع الخبير الاقتصادي كما تعودنا إذا نبدأ الحلقة بتساؤل واحد يتطلب إجابات مختصرة زيارة شكري تضامنية مع تركيا بعد كارثة الزلزال المدمر باختبار مصري لجدية أنقرة في استعادة العلاقات أبدأ معك دكتور بشير هذه الزيارة تتجاوز كونها تضامنية لتشكل حافزا يسرع وتيرة التقارب التركي المصري الذي بدأ في العام 2021 ويمضي ببطء وحذر شديدين دكتور سمير يعني أظن أنها تضامنية أكثر من أن تكون تحمل الطابع السياسي في العلاقات هناك مواقف مصرية واضحة تكرر باستمرار وأظن أن القاهرة متمسكة بها ودون حدوث اختراق حقيقي في حيال المطالب المصرية لا أظن سيكون هناك أي تحول في السياسات والمواقف ماذا عنك دكتور متحد؟ كيف تراها؟ أرى أنها مؤشر بأن التضامن الإنساني وأن العلاقات الاقتصادية التي يمكن أن تكون قاطرة لكل أنواع العلاقات الطبيعية بين البلدين كما شاهدنا وكما سنعرج في التصلي القادمة أرى أنها تبشر بأن اتفاقية التجارة التي نشأت 2005 سيتم تجددها وستتم عودة العلاقات إلى ما كانت عليها على الصعيد السياسي أيضا في المستقبل القريب لهذه الإجابات والعنوين تفاصيل نستفيد فيها بعد حين مرحبا بكم من جديد أعود إليك دكتور بشير دكتور كيف يمكن قراءة توقيت هذه الزيارة المزدوجة لوزير الخارجية المصري إلى دمشق أو سوريا وتركيا وليس العاصمتين ما هي الانتباعات التي أثرتها من وجهة نظرك تحية لك أستاذها نوفر ولفريق العمل المميز في هذا البرنامج المتميز للغاية تحية أيضا لصديقي العزيزين الدكتور سمير صلحة والدكتور متحة نافع وتحية لكل مشاهدي هذا البرنامج المتميز في كل مكان حقيقة توقيت هذه الزيارة بالغ الدلالة ويطوي بين ثناياه إشارات مهمة للغاية أولا هي تأتي عقب كارثة مدوية هي كارثة الزلزال الذي أودى بحياة ما ينيفه على خمسين أو واحد وخمسين ألف قتيل كبدت تركيا أيضا قرابة خمسة وثلاثين مليار دولار وفقا لتقديرات البنك الدولي تأتي أيضا متزامنة مع تداعيات جائحة كورونا التي لم تنقضي بعد تداعيتها وتداعيات أيضا الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال مستمرة وتلقي بظلال سلبية على أمني الغذاء والطاقة وعلى الاستقرار في ربوع العالم أيضا تأتي متزامنة مع أزمتين اقتصاديتين طاحنتين تلقيان بظلالهما على الاقتصادين التركي والمصري كل هذه الأمور تتزامن أو تتلاقى مع تعثر العلاقات المصرية التركية منذ العام 2013 حتى تم إلقاء حجر في مياهيها الراكدة عام 2021 بإطلاق المفاوضات الاستكشافية جولتين إحداهما في مايو 2021 والثانية في سبتمبر لكنهما لم تتمخض عن الكثير لكنهما مهدأ الطريق لمزيد من الحوار وبالتالي التوقيت له دلالات عديدة ومهمة يمكن أن تترك أثار بالغة على مستقبل العلاقات دكتور سمير حدثنا عن كواليس هذه الزيارة هل كان هناك رجاء أن تكون الزيارة إلى أضنى ثم إلى أنقرة هل كانت هناك أيضا محاولة أن تكون تركيا قبل سوريا كيف فهمت أن تكون دمشق ثم تركيا في هذه الزيارة صحيح مساء الخير للجميع أولا يعني طبعا الزيارة مهمة من ناحية تسجيل أو محاولة تسجيل اختراق جديد في مسار العلاقات التركية المصرية نعم الزلزال هذه الكارثة ربما يعني قد تكون فرصة للطرفين باتجاه تحريك أو تفعيل الجمود في العلاقات الذي بدأ قبل ثلاث سنوات كما تتذكرين من خلال الحوار الذي تم بعيدا عن الأضواء على مستوى أجهزة الاستخبارات وبعد ذلك بدأ يترجم عمليا تحت عنوان الحوارات الاستكشافية بعد لقاء من المحادثات لم نصل إلى نتيجة يعني منذ عام تقريبا ونحن لا نرى هذا الجديد ربما في الشق الاقتصادي التجاري نعم هذا ممكن في تحركات إيجابية لكن في الشق السياسي لم نرى أي تطور حقيقي الآن فرصة الزلزال نعم موقف مصري مهم للغاية لكن التحرك المصري هذا مرتبط برأيي بأكثر من مسألة أيضا واكبة هذا الحراك سواء كان لناحية التحولات في المواقف التركية التعامل مع ملفات سياسية تعني مصر تعني المنطقة ككل أو لناحية برأيي هذه العودة العربية القوية التي بدأنا امتبعها في العامين الأخيرين باتجاه التعامل مع العديد من ملفات المنطقة سأبقى معك دكتور سمير في إطار كل هذا الحراك رأينا هذه الزيارة سأبقى معك دكتور سمير هل كان الجانب التركي يرجو أن تكون هذه الزيارة أكثر من إنها إنسانية هل كان يرجو أن يكون وزير الخارجية المصري ينسج على منوال وزير الخارجية الأمريكي الذي وصل لمعاينة تداعيات الزلزال المدمر ولكن أيضا ذهب إلى أنقرة هل كان الجانب التركي يتأمل مثل هذه الخطوة من الجانب المصري صحيح تماما أتفق معك لأنه إذا عدنا إلى التصريحات والمواقف الصادرة عن قياداتي التركية يعني الحديث كان باستمرار عن مسار جديد بالطبع السياسي وأنه ما يجري فرصة للبلدين لكن إذا عدنا أنا وأنت إلى تقويم المتحدث باسم الخارجية المصرية نرى أنه أوجز المسألة بشكل دقيق جدا يعني قال ننتقل من الحوار الاستكشافي الذي جرى إلى المرحلات الآن الحوار الاستشاري بين البلدين وهذا يعني أنه ما زلنا لا أريد أن أقول أننا نراوح مكاننا صحيح في مرحلة جديدة لكن لن نرى هذا التقدم الكبير يعني أنا أتفق معك في السؤال استضافة وزير الخارجية المصري في أنقرة كانت ضرورية جدا ولقائه واستقباله من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مهم لماذا لأنه الوزير سامح الشكري التقى بشار الأسد في دمشق كما تعرفين وكان يعني في حوارات ليست فقط بموضوع الزلزال هذا كان من المفترض أن يتم أيضا ويترجم عمليا في الحوار التركي المصري سأعود إلى هذه النقطة لأنها مهمة جدا لدكتور بشير ولكن بعد أن أتحدث مع دكتور متحد دكتور استمعت لهذا الكلام العلاقات منذ عشر سنوات تقريبا هي علاقات طبعا منقطعة ولكن شقها الاقتصادي ما زال متواصلا كيف يمكن أن توصف لنا هذه العلاقات الاقتصادية والخلفية التي جعلت منها مستمرة رغم الجفاء بين الدولتين بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك وضيفيك الكريمين والمشاهدين الكرام التوصيف بكل بساطة هو أن الملف الاقتصادي كان أقوى المصالح المشتركة للطرفين كانت تمضي في اتجاه أن تبقى العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية مستمرة كما هي بل بالعكس كانت تنمو بشكل مستمر في المتوسط منذ تفعيل اتفاقية التجارة التي نشأت 2005 وفعلت من 2007 وحتى 2021 التجارة البينية تنمو بشكل مضطارد خاصة الصادرات المصرية إلى تركيا مما يقلص من الفجوة في الميزان يعني في عجز الميزان التجارة المصري التركي فإذن تركيا مستفيدة لأنها تحقق فائط في الميزان التجاري بدأ منذ اتفاقية التجارة بحوالي 250% كحجم العجز إلى أن تقلص إلى 80% مصر مستفيدة أيضا لأن خلال هذه الفترة الصادرات المصرية تنمو إلى تركيا سنويا بمتوسط 10% وهذا مؤشر مهم جدا أيضا هيكل الصادرات المصرية يتجه ويميل ناحية الصادرات المصنعة وشبه المصنعة كذلك الصادرات التركية مما يعزز من فكرة أن التبادل التجاري ينشأ عنه نوع من أنواع التعزيز للسابلاي تشين بنسميه أو لسلاسل الإمداد والتوريد أو ما يسمى بالإنترا إندستري يعني هو بيدخل في مجالات صناعية خاصة وأنه بين الطرفين هناك صادرات كيموية هناك صادرات في البلاستيك هناك صادرات في منتجات الحديد أو مدخلات صناعة الحديد والصلب بشكل كبير وليس مجرد منتجات مستهلكة أو خامات أولية أيضا الإنتاج في مجال المنسوجات يعتمد بشكل كبير جدا على حركة التجارة البينية عام 2021 وحده الصادرات المصرية نمت بحوالي 70% وده شيء ملفت للنظر صحيح هناك أثر سنة الأساس لأننا نقوم من توقفات لكن هذا مؤشر مهم جدا سنتحدث عن السسمار المباشر صحيح أن تركيا لا تمثل في السسمارها المباشرة في مصر أكثر من 2 مليار دولار فقط أو حوالي 0.400% أو 4% من حجم السسمارات الأجنبية المباشرة في مصر لكنه أيضا يعزز من فكرة وجود نموذج اقتصادي يختلف عن نموذج التقليد في المنطقة اللي ممكن نتكلم عنه في سؤالنا نعم سأطرح عليك هذا النموذج كيف يتجسد طبعا وأهم القطاعات إلى جانب التي ذكرتها التي يتم الاستثمار فيها بين البلدين دكتور بشير هناك تفاوت فعلا بين السياسة وبين الاقتصاد الاقتصاد يبدو أنه كقطاع هو مستمر مثل ما قال دكتور متحت منذ 2005 رغم الجفاء وعشر سنوات من القطيع السياسية ولكنها مازالت مستمرة استمعت إلى دكتور سمير أيضا كانت تأمل الجانب التركي أن تكون نفس الزيارة إلى دمشق هي نفسها إلى أنقرة كانت تأمل أيضا أن تكون مثل زيارة بلينكين وزير الخارجية الأمريكي إلى تركيا يكون مثلها وينسج مثلها وزير الخارجية المصري من وجهة نظرك الأكيد أن الخطوات المصرية مدروسة ديبلوماسيا ما هي الرسالة التي وصلت أو أراد الجانب المصري إرسالها إلى أنقرة رسالة واضحة ومهمة ومدروسة للغاية أولا العلاقات ما بين الولايات المتحدة وتركيا برغم جوانب الخلاف المتنوعة إلا أنها علاقات طبيعية العلاقات ما بين مصر وسوريا برغم وجود خلافات أو قطيعة ظاهرية سياسية على الأقل منذ العام 2011 إلا أن مصر وسوريا يعني دولتان شقيقتان عضوطان بجامعة الدول العربية شركاء حرب وسلام كما أن العلاقات لم تتجمد وإنما كان هناك اتصالات على المستوى الأمني والاستخباراتي ظهرت ملامحها في زيارة اللواء علي المملوك إلى مصر عام 2016 مدير المخابرات السورية وكان هذا أمر علني أيضا سوريا هي بوابة مصر الشرقية وهي مفتاح الأمن القومي المصري والعربي من جهة الشمال الشرقي وهذا أمر واضح للجميع نقطة أخرى مهمة وهي أن سوريا أحد جوانب الخلاف ما بين مصر وتركيا وهي متنوعة هذه الجوانب على سبيل المثال التدخلات العسكرية التركية في سوريا التموضع العسكري التركي في الشمال السوري أيضا السياسة المائية التركية حيال سوريا عملية التعطيش التي تمارسها الدولة التركية حيال الشعب السوري فيما يخص تقليص حجم المياه التي يتم ضخوها في نهري دجلة والفرات هذه الأمور هي التي جعلت مصر تضع في حسبانها بروتوكولا خاصا في هذه الزيارة وأن تكون الزيارة في سوريا إلى دمشق ولقاء وزير خارجية بالرئيس السوري برغم الخلاف معه لكن في تركيا الوضع مختلف أولا تركيا هي التي كانت تبدأ دائما الاتصال بالقاهرة المحادثات الاستكشافية كانت بمبادرة تركية بالأساس تجاوبت معها مصر كل محاولات الاتصال كانت تأتي من الجانب التركي وليس من قبل مصر لكن مصر كانت تتجاوب معها وتضع شروط للاستمرارية فيها ومن ثم أرادت مصر أن تقول نحن نتضامن إنسانيا إنسانيا أولا مع تركيا وليس لدينا مانع من أن تتحول المقاربة الإنسانية في التعاطي مع تركيا إلى مقاربة سياسية لتسريع وثيرة التقارب ما بين البلدين لأن خطوات التقارب حذرة وبطيئة هذا يجعلني أطرح سؤال عليك دكتور سامير وزير الخارجية تركي جويش أوغلو مولود جويش أوغلو يقول أن تركيا ستتخذ خطوات ملموسة لرفع والارتقاب لعلاقات مع مصر إلى مستويات أعلى ما نوعية هذه الخطوات من وجهة نظرك بما أن هناك مساحة وهناك جسر لابد أو منطقة لابد من تجسيرها بين الدولتين ما نوعية الخطوات التي قد تتوقع أن تركيا تتخذها للقيام بهذا التقارب بين الدولتين يعني أظن التركيز كان على تسريع الحوار التركي المصري ودخول في تفاصيل أسباب الخلاف والتباعد على المستوى الثنائي والإقليمي لكن مع الأسف لم نرى يعني أي ترجمة عملية لهذا المسار في عنا رغبة نعم في عنا رسائل انفتاحية نعم في عنا مصافحة في الدوحة أيضا نعم يعني في عنا أكثر من مؤشر إيجابي بهذا الاتجاه لكن عندما نأتي إلى طاولة الحوار الحقيقي بين الدبلوماسيين نرى أنه فيه إنسداد وفيه جمود في هذا الحوار وهذا يؤكد مرة أخرى أنه كل طرف عنده حساباته التي لا يريد أن يتراجع عنها أو يغيرها بمثل هذه السهولة نقطة أيضا مهمة الجميع يعرف أنه فيه ظروف ومعطيات إقليمية جديدة تطلب إعادة التموضع بالنسبة لأنقرة وبالنسبة للقاهرة أيضا لكن فيه أكثر من عامل أيضا يدخل على الخط وهو مؤثر في رسم والتأثير على مستقبل العلاقات التركية المصرية كما تعرفين فيه أطراف ثالثة الآن هي إما شريك لأنقرة وإما شريك للقاهرة ما هي هذه الأطراف الثالثة؟ ما هي الأطراف الأقليمية؟ إلى جانب سوريا التي تحدث عنها مثلا الدكتور وأهميتها بالنسبة لمصر وانزعاج من هذه العلاقات التنائية طبعا المقطعة بين تركيا وسوريا موضوع البياه هو أحد هذه المواضيع مثلا ما هي الأطراف الأخرى؟ صحيح صحيح فيه استفافات بنيت في الأعوام الأربع الأخيرة بشكل واضح في التعامل مع هذه الملفات الأقليمية التي نتحدث عنها في شرق المتوسط مثلا في موضوع سياسات تركيا وتواجدها العسكري في العديد من الدول العربية في نقاط تقلق أنقرة بالمقابل هذا الانفتاح المصري الواسع على اليونان على قبرص اليونانية كل هذه المسائل برأي الآن تحتاج إلى هذه الطاولة الثنائية التي فعلا تدخل في التفاصيل وتذهب إتجاه حسم وصناعة هذا المشهد الجديد هذا غير موجود وكما قلت لك قبل قليل مثلا الأنقرة تحدثت عن رفع مستوى الحوار السياسي إيصاله إلى قمة تركيا مصرية حقيقية لم نرى حتى الآن هذه الاستجابة وهذا الانفتاح نحن سمعنا تصريحات القدادة المصرية في الساعات الأخيرة حول أنه لا يوجد أي سيناريو من هذا النوع في هذه المرحلة دكتور متحة المجال التجاري التبادل التجاري بين الدولتين تعززها في قيمته من 4.4 مليار دولار عام 2007 إلى 11 مليار دولار مثلا في عام 2020 بحسب مركز كارنيجي للأبحاث هذه الزيارة من وجهة نظرك هل ما زالت ستشجع أكثر التبادل التجاري بين الدولتين الاستثمارات المتبادلة إن كانت تركيا نحو مصر أو مصر نحو تركيا تقديرات طبعا كارنيجي وتحديدا الباحث الدكتور عمر عدلي يعني شديدة التفاؤل أعتقد أنها تميل أو حجم التبادل التجاري يميل إلى أن يكون حول 7 أو 8 مليار دولار وهذا أيضا كبير جدا خاصة وإذا تحدثنا كما قلت من قبل على طبيعة وهيكل الصدرات والواردات بين البلدين ومدى مساهمة تركيا في أنها تستوعب الكثير من المنتجات ذات القيمة المضافة التي تقوم مصر بتصديرها وهذا ما نحتاج إليه لأن تصدير المواد الخام عاد علينا بكثير من الخلل الهيكالي في موازننا التجارية على مدار السنوات في مصر وبالتالي تنبع الأهمية كما سبق أن أشرت في أكثر من مجال وأكثر من فرصة فكرة أن يعزز التبادل التجاري من فرص التصنيع وفرص فتح مجالات لحركة رؤوس الأموال بشكل طبيعي بعيدا عن النموذج التقليدي لاقتسام الريع بين الدول ذات الفائض البترولي والدول ذات الفائض في السكان الذي ظل سائدا سنوات طوال والذي عادة ما يكون هشا بعكس هذا النموذج هو هش لأي تغيرات أو تقلبات سياسية بينما النموذج القائم على المنفع المتبادل على إقامة صروح صناعية وإقامة التبادل تجاري ينفع الطرفين ويحقق مصالح السكان ولا يقوم فقط على مثلا تبادل السلع ذات الاستهلاك النهائي الطرفي وخلافه هذا يكون شديد الصلابة بقوة الشعوب يستمر التعاون ويستمر التبادل بل وينمو على الرغم من أزمات كبيرة جدا كانت طاحنة أزمة غاز المتوسط التي استبعدت منها تركيا أو تجمع شرق غاز المتوسط التي استبعدت منها تركيا كان شديد السخونة أزمة 2019 التي أوشكت أن تواجه فيها القوات المسلحة للدولتين أن تتواجهها في سرط أيضا من الأزمات الشديدة الأنف التي الحمد لله تجاوزناها بشكل جيد بفضل وبفعل التعاون التجاري والتعاون الاقتصادي الذي لم يتأثر أبدا يعني باستثناء بعض الحرق يعني هناك في 2015 اتفاقية الترانزيت كان يجب أن تجدد ولم تجدد أثرها ضعيف للغاية ولا تؤثر بشكل كبير على الأقلات التجارية والاقتصادية بهذه العلاقة التركية المصرية نعم بعد الفاصل سأعود لنناقش معكم جميعا خاصة مع دكتور بشير ودكتور سبير جذور وأسباب هذه الأزمة وعشر سنوات من الجفاء بين الدولتين حتى نفهم منها كيف ننطلق إلى تجسير الهوى بين تركيا ومصر بقوا معنا بعد الفاصل نعود مرحبا بكم مشاهدينا من جديد أعود إليك دكتور بشير باختصار على قدر ما تقدر من الاختصار أن تعطينا أسباب جذور هذه الأزمة التي أصبح عمرها عشر سنوات الآن كما أفردنا في الجزء الأول هي فعلا قطيعة سياسية لم تنسحب على الموضوع الإنساني ولا الاقتصادي ولكن أسباب هذه القطيعة من وجهة تضارك لهذه القطيعة أسباب تاريخية ثم أسباب أخرى مستحدثة تاريخيا لا زالت مصر وتركيا تبحثان عن صيغة للتفاهم الجيوسياسي تصالح في الأدوار الإقليمية ربما لم يتوفر منذ عهد الدولة العثمانية ورغبة مصر في الاستقلالية أو ما كانت تعتبره الدولة العثمانية آنذاك تمرد على الباب العالي هذه المعضلة الجيوسياسية ظلت ملازمة للعلاقات المصرية التركية حتى يومنا هذا كيف تتوائم الأدوار الإقليمية لكل منهما على قاعدة الوين وين جيم أو المصالح والمكاسب المشتركة لكليهما لا أظن أن القيادات في الدولتين طيلة العقود وربما القرون المنقضية نجحت في بلورة مقاربة لهذا التعايش والتصالح ما بين دوري البلدين المستحدث في الخلافات المصرية التركية ملفات أربع رئيسية الملف الأول هو الملف الليبي إصرار تركيا على عسكرة الأزمة الليبية والتموضع العسكري في ليبيا والزجب المرتزقة والمقاتلين والأسلحة بما يعوق المصار السياسي لتسوية هذه الأزمة والذي تدعو مصر إلى تفعيله وطبعا ليبيا تشكل بالنسبة لمصر بوابة غربية لأمنها القومي وحدود تمتد لحوالي 1300 كيلو متر بما يرتبه ذلك من انعكاسات على أمن ومصالح الدولة المصرية الملف الثاني ملف شرق المتوسط هناك تقاسم لثروات شرق المتوسط وفقا لمرجعية قانونية متعارف عليها وهي الاتفاقية العامة لقانون البحار للعام 1982 توافقت مصر وقبرص واليونان على ترسيم حدودها البحرية بناء عليها تأبى تركيا أن ترسم حدودها مع هذه الدول بناء على هذه الاتفاقية الاعتبارات أود أن أخوض فيها لكن الوقت لن يسعفني وبالتالي لم ترسم تركيا حدودها مع هذه الدول ومن ثم باتت خارج منظمة غاز شرق المتوسط وباتت هناك خلافات بينها وبين هذه الدول الملف الثالث سوريا والعراق إصرار تركيا على التدخل العسكري في سوريا والعراق وتهديد الأمن المائي للدولتين هذا ما ترفضه القاهرة الملف الرابع باختصار وهو ملف الإخوان المسلمين وأنا حرست على ترتيب الملفات بهذا الترتيب لأن ملف الإخوان المسلمين يأتي في ذي الاهتمامات المصرية الآن بسبب تصدع الجماعة وضعفها وتراجع قدراتها على التأثير على أمن مصر واستقرارها الآن تركيا وفرت ملاذا آمنا منابر إعلامية منصات سياسية للجماعة التي تشن هجوما سياسيا وإعلاميا على الدولة المصرية وأحيانا أيضا هجوما إرهابيا وبالتالي تعزز وترسخ الخلاف بين الدولتين باكورة الخلاف عدم اعتراف الرئيس التركي بالنظام المصري منذ العام 2013 ولو أنه خفف كثيرا من هذا الخطاب خلال السنة الأخيرة وعلى الأقل منذ بداية المحادثات الاستكشافية دكتور سمير استمعت إلى هذه الملفات الخلافية بين الدولتين موضوع ملف ليبيا شرق المتوسط موضوع سوريا والعراق وطبعا ملف الإخوان هناك محادثات الاستكشافية هناك اللقاء القمة على هامش طبعا كأس العالم بين الرئيسين وهناك أيضا المسار التشاوري هل هذه الملفات سنترك إلى جانب على جانب يعني موضوع الخلاف التاريخي هذه الملفات المستجدة اليوم هل هي صعبة لتشسير الهوى فيها أم يمكن إيجاد اختراق فيها مستقبلا يعني ليس بمثل هذه السهولة والسرعة الخلافات مع الأسف يعني بدل أن يتراجع عددها زادة زادة بإدجاه معاكس أنا برأيي المشكلة الأساسية أتفق تماما مع مقاله الصديق الدكتور بشير قبل قليل لن أضيف عليه لكن أريد أن أقول أنه المعضلة الأساسية في الحوار التركي المصري علاقات التركية المصرية هي أنه لم ننجح منذ عقود في الفصل بين الملفات بشكل حقيقي وفي إطلاق هذه الاستراتيجية المغنعة للطرفين بأهمية التنصيق والتعاون التركي المصري على المستوى الثنائي والإقليمي وهذه عقدة قديمة بقيت تحت أكثر من عامل أثر فيها بشكل سلبي وحتى الآن لم نرى هذا التغيير هذه نقطة أولى نقطة ثانية في غاية الأهمية أنه في العلاقات التركية المصرية الاقتصاد بقيت تحت رحمة السياسة بدل أن يكون العكس صحيح في عنا أتفق مع ضيفك أيضا تحسن ربما ارتفاع في حجم التبادل التجاري لكن هذا الارتفاع لا يمثل برأي الشخصي من خلال المتابعة أي قيمة أو وزن حقيقي بالنسبة للبلدين أنا وأنت لو ألقينا نظرة خاطفة سريعة على حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق مثلا بين تركيا والإمارات مثلا لا أذهب إلى مقارنة بين تركيا وأي دولة غربية أوروبية فقط لنرى أنه هذا الرقم لم يتجاوز الخمس مليار دولار حتى العامين الأخيرين وهذا يعكس أنه نعم في عنا مشكلة حقيقية الآن في الاستنتاج أيضا برأينا وفي نقطة علينا أن نتنبه لها أنه أي حوار في المرحلة المقبلة ينبغي أن يواكبه هذه الثقة المتبادلة أمام الطاولة هذه الثقة غير موجودة لماذا؟ لأنه ملفات الخلاف والتباعد كثيرة كما قلت لك ولا يكفي أن أتحدث عن الرغبة الرغبة نعم ربما قائمة لكن ينبغي أن يواكبها العديد من العناصر الحقيقية باتجاه بناء قناعة جديدة في مصر العلاقات واضح وأذهب إلى النقطة لا أعرف إن كنت تتفق مع هذا الرأي ما قاله الآن دكتور سمير دكتور متحة أن التبادلات بين الدولتين والإمكانيات الاقتصادية التي تكتنز عليها مصر وتركيا كان من الممكن أن العلاقات الاقتصادية تكون أكثر بكثير بالنظر إلى الإمكانياتها هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا أختلف معه لأن حقيقة الأمر حينما نستبعد النفط من أي معادلة متعلقة بحجم التجارة يكون الأمر مختلفا تماما لا نستطيع أن نقارن العراق النفطية التي تحقق إرادات نفطية كبيرة جدا من التصدير بحجم التبادل التجاري الذي يقوم أساسا على سلع مصنعة أهمية التصنيع بالنسبة لتركيا كبيرة جدا تركيا هي الدولة الصناعية الأكبر في المنطقة الصدرات الصناعية تمثل حوالي 80% من هيكل تجاريتها وبالتالي هي تريد أن تصدر هذا النوع من المنتجات وتستورد أيضا مدخلات للعملية التصنيعية هذا ما خلق الحالة الصحية للتبادل التجاري بين الطرفين بالتأكيد كما تفضل الضيف العزيز ربما يكون بوجود نوع أعمق من التفاهمات السياسية وخلق نموذج أكثر عمقا للألاقات المتبادلة يقوم على مثلا تنصيق تشريعي يقوم على سهولة في حركة العمالة ورأس المال والتضفقات عبر البنوك وخلافه ربما بالتأكيد هذا يعزز بشكل كبير من حجم التجارة ومن حجم الاستثمارات المتبادلة الاستثمار هو الذي الحقيقة يقلقنا وحتى الآن لم تعترضه أبدا بشكل كبير ولم تعترض على الأقل لمعدلات النمو المبشرة جدا لم تعترضه الصعوبات السياسية على الرغم من حدتها منذ أيام قليلة كان رئيس الوزراء المصري يجلس مع رجال أعمال من تركيا يعيدون بشكل قاطع على ضخ الاستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار ليست كبيرة صحيح لكن إذا ما نسبت إلى حجم الاستثمارات التركية 2 مليار دولار فهي نسبة كبيرة أن تضخ أو يتم الوعد بضخها في فترة قصيرة وكنت أطرح عليك هذا السؤال دكتور متحت وهو أنه منتصف فبراير يعني الجانب المضي أن هناك رجال أعمال يذهبون ويتقابلون مع رئيس الوزراء البصري وطبعا هم وعدوا بضخ الاستثمارات قدرها 500 مليون دولار من وجهة نظرك ما هي المجالات التي يمكن أن تغطيها سريعا أن تغطيها مثل هذه الاستثمارات معظمها سيكون في مجال الأدوية صناعات الدوائية وصناعات البيترو كيميكلز البيترو كيميوية الصادرات المصرية التي تعزز التعاون أو يعني تعزز من فرص التعاون الصناعي البيني تميل إلى البيترو كيميكلز البيترو كيميويات وخصة الأسمدة وأعتقد أن دي مجالات مهمة المنسوجات أو أعتقد برضو المنسوجات والصناعات الغذائية سيكون لها دور مهم فضلا عن البلاستيك وهي معظم الأصناف التي هي محور العملية التجارية لأنها كما قلنا هي عملية تجارية قائمة على تعزيز فرص الصناعة والاستثمار الصناعي ومن ثم نفس المجالات يمكن أن يضخ فيها مش عايزين ننسى أن تركيا اليوم تفقد 4% من نتيجة المحل الإجمالي جراء الكارثة الطبيعية التي حدث الكارثة الطبيعية بطبيعة الحال تعزز من فرص فتح الصفحات بيضاء في مختلف العلاقات لأنها بطبيعة الحال تجعل الدول تشعر بضقالتها وتشعر إلى أي حد وإلى أي مدى هي لا تستطيع أن تفعل شيئاً في أي مجال بدون المطفل الإلهي وكبيرة جداً التي تعيشها تركيا اليوم قبل أن نذهب إلى فاصل دكتور بشير في علوم السياسة وعندما ذكر دكتور سمير منذ قليل أن هناك أزمة ثقة بين الدولتين وربما المسارات والعلاقات التشاورية ما زالت لم تضمن هذه الثقة عودتها إلى مسارها العادي والطبيعي سؤالي هنا ما المطلوب من الجانب المصري ما المطلوب من الجانب التركي أيضاً من أجل زرع الثقة من جديد بين الدولتين في فترة لا تكون طبعاً على مدى سنوات من أجل بناء الثقة وفقاً للعلاقات الدولية هناك إجراءات لابد أن تتخذ في هذا السياق وخطوات تمهيدية كما ذكرت في مداخلة السابقة أزمة الثقة ما بين مصر وتركيا هي قديمة إن لم تكن تاريخية والصراع كان معروفاً ما بين محمد علي باشا وبين الباب العالي في تركيا والرغبة في الاستقلال والتمرد والصدام المسلح وصل حد الصدام المسلح ما بين الطرفين ولولا تدخل بريطانيا في 1840 بمعاهدة لندن لتغيرت أوضاع كثيرة في الإقليم ظلت هذه أزمة الثقة ملازمة للعلاقات ما بين البلدين ولم تبذل قياداتهما المتعاقبة جهداً كبيراً من أجل تذويب هذه الأزمة فظلت ملازمة نشأت إسرائيل في المنطقة واعتراف تركيا بها كأول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل وتدشن علاقات معها موقف تركيا من حربي 67 و73 يعني كل هذه الأمور ظلت متبقية حتى يومنا هذا وصولاً إلى الوضع الراهن وموقف الرئيس التركي من جماعة الإخوان المسلمين خصوصاً منذ العام 2013 كل هذه الأمور عززت أو أبقت على رصيد الثقة المتداعي ما بين الدولتين لكن وزير خارجية تركيا أشار إبان زيارة السيد سامح شكري إلى مسألة إعادة هيكلة العلاقات على مسألة إعادة اكتشاف العلاقات وهذا مؤشر مهم للغاية أن تبنى العلاقات وفقاً لمقاربة الإقليمية الجديدة بمعنى أن الحرب الروسية الأوكرانية الآن وقد ناقشنا ذلك مراراً في هذا البرنامج المميز أستاذ نوفر فكرة إعادة هيكلة النظام الدولي على ضوء الحرب الروسية الأوكرانية يعني النظام العالمي يتشكل نظام عالمي جديد لم تتضح معلمه حتى الآن ثناء القطبية أمريكي الصيني أو غير ذلك لكن حتى الآن الشرق الأوسط لن يعود كما كان كنتيجة من نتائج هذه الحرب نحن بصدد إقليمية جديدة إقليمية جديدة لا تتأسس على الوشائج القومية واللغوية والإثنية كما كان الوضع في الماضي وإنما تقوم على المصالح وإعادة هيكلة العلاقات بما يضمن تحقيق المصالح وضمان الأمن والاستقرار وبالتالي تستطيع مصر وتركيا إعادة بناء العلاقات من منظور الإقليمية الجديدة وهي مقاربة تدعمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية صحيح أنها تدعمها بدمج إسرائيل في المحيط العربي لكن يمكن للدول العربية أن تستفيد منها في العلاقة مع تركيا السعودية والإمارات قطعت شوطا مهما على هذا الضرب يبقى لمصر وتركيا أن تتخذان زمام المبادرة بعد الفاصل سنتحدث عن أفاق ما بعد زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصري إلى تركيا ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد أعود إليك في إسطنبول دكتور سمير قبل الفاصل استمعتني دكتور بشير الأسس التي يراها لابد أن تكون موجودة لإعادة العلاقات وتطبيحها بين القاهرة وأنقرة ماذا عنك دكتور في أبجديات السياسة والديبلوماسية كيف يمكن إعادة بنائها رغم الإرث التاريخي الصعب بين الدولتين أفرد وتحدث عنها دكتور بشير منذ قليل يعني أظن أن الفرصة الأولى والأهم هي اعتماد سياسة برغماتية واقعية عملية لا تقرأ فقط مسار العلاقات الثنائية وأهميتها بنسبة لبلدين بل تأخذ بعين الاعتبار التحولات والتموضع الإقليمي والدولي لأن كل البلدين عندهم هذا الوزن وهذا الثقل المؤثر في التعامل مع هذه الملفات متى قد يحدث ذلك؟ نعم يعني الرسائل السياسية أيضا انفتاحية إيجابية كما قلنا قبل قليل لكن أظن أن الجانب المصري سينتظر ويتريث يعني يريد مثلا أن يعرف كيف ستكون نتائج الانتخابات التركية بعد ثلاثة أشهر يريد أن يعرف كيف من الذي سيقود المشهد السياسي في المرحلة القادمة في تركيا وعلى ضوء ذلك ربما قد تنطلق عملية الحوار الجديد هذه مسألة نعم مقبولة يعني أن تعرف القاهرة مع من ستبني هذه الصفحة الجديدة من العلاقات لكن في عنا معضلة أساسية هنا أنه كما قلت لك العوامل التي تؤثر بشكل سلبي على العلاقات ما زالت قائمة ما زالت موجودة هل ستنجح القاهرة وأنقرة بتحييد هذه الملفات أو تجهيرها إلى فرص إيجابية في بناء علاقاتهما في المرحلة المقبلة البسألة يعني أنا أعود أن أضرح عليك سؤال على سريع دكتور سمير سأبقى معك في نقطة ولكن على سريع هل يمكن أن تبقى هذه الملفات خاصة الأربع ملفات المهمة التي ذكرها دكتور بشير وتفتح العلاقات من جديد على أسس جديدة ولكن تبقى هناك ولكن في المقابل يتم محاولة حلها أم لابد من تصفير المشاكل ثم فتح صفحة جديدة لا طبعا الملفات ستؤثر دائما على العلاقات لذلك أنا أتفق مع الجزئية الأولى في السؤال نوفر أنه لماذا أنقرة تنجح في حماية هذه العلاقات التنائية مع العديد من الدول والعواصم ولكن لا يتم ذلك في العلاقات التركية المصرية وزير الخارجية الإيراني كان عنه جاء عندما وجد أنه مصالح إيران تتضرر في الملف السوري وكان له حوار مع الرئيس التركي ساعة كاملة في أنقرة كما تتذكرين الشهر المنصري ليس فقط بلينكين وزير الخارجي الأمريكي هو الذي جاء عندما رأى أنه في ضرورة لهذا الحوار لذلك ينبغي أن يكون هناك قناعة فيها كما قلت لك الكثير من الواقعية والعملية في ترجمات هذه الرغبة مثال بسيط نوفر باختصار جدا القاهرة تريد أن تفعل دورا في بناء المناطق المهدمة في تركيا هذه رسالة مصرية جاءتنا في الساعات الأخيرة نقطة مهمة إيجابية أنقرة تريد أن تلعب دور مهم في نقل الغاز المصري إلى أوروبا هل من الممكن أن يكون هناك حوار حقيقي وسريع تفاهمات بهذا الاتجاه في هذا الملف قد تفتح الباب للعلاقات الاقتصادية وتطبيحها من جديد نقاط مهمة ذكرتها دكتور سمير سبقى في موضوع الغاز معك دكتور متحات لأنه نقطة خلافية تم ذكرها منذ بداية الحلقة ومن الملفات الخلافية الهامة بين الدولتين كيف يمكن حل مشكل الغاز المتوسط بما يعود بالفائدة المالية الاقتصادية على الدولتين وتجاوز الخلافات الشائكة بين الدولتين في هذا الملف بالتحديد من وجهة نظرك دكتور متحات أعتقد أن تفاهمات تجمع غاز شرق المتوسط يمكن أن تنضم إليه تركيا إذا ما تبنت موقفا متازنا ومتوازنا مع مختلف الأطراف نحن نعرف أن من بين الأطراف اليونان مثلا فيجب أن ننتبه كثيرا إلى أن طبيعة الخلافات ليست مصرية تركية فقط لكن إذا ما تبنت يجب أن لا ننسى أن حتى رسيد رئيس الجمهورية المصري في المؤتمر الاقتصادي أوضح بشكل حاسم وواضح أن لو لا اتفاقات ترسيم الحدود مثلا البحرية لما تمكننا من حسن استغلال الموارد الطبيعية في المتوسط وخاصة الغاز الطبيعي بشكل واضح فهذا أصبح أمر مهم جدا لمصر أن تحافظ على توازنات طويلة الأجل في هذه المنطقة وطبعا سيكون هذا التوازن أكثر استقرارا واستدامة إذا ما انحازت إليه أو انضمت إليه الدولة الكبرى بحجمها وبثقالها السياسي والشعبي في المنطقة وهي تركيا فبالتأكيد للجميع مصلحة أيضا في حل أزمة طويلة الأجل تنتظر أوروبا التي تعتمد بنسبة 40% على الغاز الروسي ثم نجحت وفي عام واحد أن تنوع من مصادر الغاز ومصادر الطاقة بشكل عام وأن تؤجل وترجع أحيانا بعض الخطط المتعلقة بالموارد المستدامة وتأجيل وقف العمل بالفحم في محطات الكهرباء في ألمانيا مثلا وتؤجل إيقاف محطات الطاقة النووية مخطط أن يكون 20-30 كل هذا استطاعت أوروبا أن تصنعه ومع ذلك رغم أن فكرة الغاز المسائل الذي يمكن أن يصدر إلى أوروبا لن تحل نسبة كبيرة من الأزمة طبعا إن لم يدخل فيها الجزائر على سبيل المثال في المعادلة لكن أيضا مصر وبعض الدول أخرى في الإقليم بمساعدة تركيا والتي أثبتت قطراتها يمكن أن تكون حلل لهذه الإشكالية على أدى التفاقية الحبوب نعم دور تركيا أيضا في التفاقية الحبوب كان مهما للغاية يجب أن لا ننساه وأعتقد أنه عزز من فرص اندماج تركيا مرة أخرى في كثير من التفاهمات في المنطقة نعم السؤال إليك دكتور بشير باختصار ثم سؤال للجميع دكتور بشير يقول وزير الخارجية المصري سمح شكري إذا لم تكن الأحديث والتصريحات متوافقة مع الممارسات على الأرض فهي ستكون بلا قيمة فهذا التصريح على أساسه كيف ترى مستقبل العلاقات بعد سنوات من التوتر ما هي الخطوات المقبلة من وجهة نظرك بين الدولتين؟ أظن أن تصريح وزير الخارجية ينطوي على انتقاد للنهج التركي في التعاطي مع القاهرة وهو إطلاق التصريحات الإيجابية التي تشي برغبة في التقارب لكن السياسات كانت تمضي في الاتجاه المعاكس تماما وربما هذا هو الذي عطل التطبيع في العلاقات ما بين الدولتين إذا كنا نتحدث عن مرحلة جديدة كما أشار وزير الخارجية التركي مولود جويش أغلو فنحن يجب أن نرعي هذا الأمر لأن القاهرة لا تقبل تطبيعا مجانيا مع الجانب التركي فيما مضى خلال العوام الثلاثة الماضية لم تسفر المفاوضات الاستكشافية عن نقلة نوعية في العلاقات مثلما هو الحال مع المفاوضات اليونانية وبالمناسبة الأطراق هم الذين اقترحوا المفاوضات الاستكشافية مثلما اقترحوها مع اليونان منذ العام 2002 وحتى الآن 62 جولة لم تؤتي أكلها بين تركيا واليونان بين مصر جولتين عقدتها ولم تسفر عن تطور ملموس باعتقادي مقاربة جديدة ستكون مطلوبة من أجل إعادة هندسة العلاقات ومن أجل أيضا إدارة المنافسة ما بين الدولتين يعني لا نريد صداما ولا نريد زيرو سام جيم أو مباراة صفرية أو علاقة صفرية في المكاسب والأرباح وإنما يعني إدارة المنافسة بشكل يضمن تحقيق مصالح الطرفين ويقلص فرص الصدام أو المواجهة هذا ما تنشده مصر هذا يقودنا إلى نقطة أخيرة وسريعة نفر ما تفضل به الصديق العزيز الدكتور متحد مسألة شرق المتوسط وسبق أن أشار إليه الدكتور سمير هذه معضلة حقيقية لأن مصر وتركيا تتنافسان على مسألة أن تقوم بدور الممر الإقليمي للطاقة لأوروبا ظني أن مصر قد اتخذت خطوات مهمة على هذا المدمر لا رجعة فيها ولا بد من تنسيق حقيقي ما بين الدولتين إلى جانب الطرف الأوروبي وهذا سيكون أمر صعب وليس بالهيئة صعب رغم أنه قد يعود بالفائدة على الجميع سؤال ختامي وأبدأ معك دكتور سمير هذه العلاقات المصرية بحسب كل ما جاء في هذه الحلقة هذه العلاقات المصرية التركية نحو انفراجة أو استمرار على الوضع الراهن الآن أبدأ معك دكتور سمير لا طبعا هي ستذهب نحو الانفراجة في نهاية لأنه كما قلت لك في تحول مهم في مصر العلاقات الثنائية والتعامل مع الملفات الإقليمية والدولية لكن ليس بمثل هذه السرعة برأيه ينبغي علينا أن ننتظر كما قلنا ربما نتاج الانتخابات من الذي سيقود المشهر السياسي في تركيا أيضا صحيح دكتور متحة في مجال الأعمال نحن نقول أن التكامل أفضل من التنافس كما تفضل الصديق العزيز دكتور بشير هناك حالة من التنافس نريد أن نديرها لكن أريد أن نديرها في إطار من التفاهم والتكامل فرص تجمع بريكس الممتد وانضمام فرص انضمام مصر وتركيا والمملكة السعودية إليه كدول كبرى ومهمة سواء من رأس المال أو من حجم السوق وخلافه أو من حجم الاقتصاد نفسه هذه الفرص يمكن أن نبني عليها لبدوارة موقف مشترك بين مصر وتركيا لمواجهة تحديات قادمة وتحديات الديجلوباليزيشن أو النقوص عن جادة أو عن طريق أو عن مصار العولمة بشكل يصيغ الإقليمية الجديدة بشكل يحقق مصالح الأطراف كلها وخاصة مصالح الطرف دكتور بشير باختصار إذا سمحت لي الوضع الراهن سيستمر على ما هو عليها أم سيكون هناك انفراجة خلافا لما ذكر سابقا أنا متفائل بشأن العلاقات المصرية التركية في مقبل الأيام لأن كارثة الزلزال وفرت مظلة أو أمبريلة للطرفين للتقارب على إثره وتحويل المقاربات الإنسانية إلى مقاربات سياسية وديبلوماسية واقتصادية هناك تعطش من قبل الدولتين للتقارب والتنسيق الاقتصادي والاستراتيجي وسط عالم يتغير وشرق أوسط تعاد هيكلته لذلك قد نفاجأ في القريب العاجل بزيارة من الرئيس التركي إلى القاهرة ولن ننتظر الانتخابات التركية بالمناسبة هنا أختلف مع صديقي الدكتور سمير قد تحدث الطفرة التي لا يتوقعها الجميع قبل الانتخابات التركية وليس بعدها سنرى الأيام بيننا وهي قريبة لأن الانتخابات بعد أقل من ثلاثة أشهر تقريبا بهذا وصلنا إلى ختم حلقة لمن قبل النقاش كان عنوانها المسافة بين القاهرة وأنقرة ديبلوماسية ما بعد الزلزال شاركنا في التحليل والنقاش مشكورين من القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح من سشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من اسطنبول دكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية ومن القاهرة صحبنا خلال هذه الحلقة دكتور متحة نافع الخبير الاقتصادي يسعدنا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء في الحلقة على صفحة قابل النقاش عن الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دبيل الإعلامي على الانتخابات حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية لم تطوى بعد صفحة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا ولن تطوى على المدايين القريب والمتوسط لم يعد البحث عن أي شخص على قيد الحياة واردا تحت أنقاض الدمار المهول أما ناجون فيعيشون اضطرابات عميقة بعد خوض تجربة مروعة وصادمة معاناة في كل خيمة من مخيمات إيواء الناجين في تركيا أعاد الزلزال للسوريين شريط الذكريات الألين عمق جراحة 12 عاما من الحرب والنزوح واللجوء والسقم والفاقة تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر